عاجل بيان قطيل من السفير الروسي في مصر بشأن سد النهضة وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد قضية هزة الرأي العام المصري وهذا هو موعد بدء حجز أول وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري على 30 سنة تعرف معانا على التفاصيل وضربة كبرى مصرية ضد مستريح البيتكوين تعرف أيضا معانا على التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ليه ألفين أعجبني على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل أكتر من ألف تعليق مكتب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد قضية هزة الرأي العام المصري ألقت أجهات الأمنية في مصر قبض على مرتكبي واقعة قتل فتاة تدعى نجلاء داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري شهير بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر 120 سنة قاضة المباحث لضط المتهمين حيث ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن فريق البحث فحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيه كما فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي تعمل بها الضحية وأثناء رحلة البحث توصلت القوات إلى مقطع فيديو مدته 120 سنة وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين بقتل نجلاء وتم استئزان النيابة العامة وألقي القبض على المتهمين كشفت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من رواد مول شهير ورواد عيادة عيون بقتل فتاة داخل العيادة التي تقع في مول شهير بكفر الضوار بمحافظة البحيرة وعلى الفور انتقل فريق من المباحث بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى مصرحة جريمة وتبين أن الجناء قتلوا الضحية خنقا وطعنا بعد أن جاء في المناظرة أن هناك آثار خنق حول الرقبة وطعن بجسديها مما يشير إلى أن الجناء أكثر من شخص المصدر معانا كان من الوطن وتحية طيبة للداخلية المصرية لضبط هؤلاء المتهمين لتحقيق العدالة في مصر أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر انتلم بعض الخبر آخر وعاجل بيان هام جدا من السفير الروسي في مصر بشأن سد النهضة كشف سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة بروسينيكو حقيقة اتخاذ روسيا موقفا معاديا لمصر في أزمة سد النهضة بعد كلمة مندوب بلاده في مجلس الأمن نافيا توجيه التصريح الخاص بمندوب روسيا الأممي خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أهمية تجنب استخدام قوة عند حل المشكلة المائية إلى القاهرة قائلا هذه الكلمات لها معناع ولا تعني موقفا محددا تجاه مصر أشر إلى أن حل سد النهضة يتعلق فقط بالجلوس على طاولة المفاوضات لافتا إلى أن دور المجتمع الدولي مرتبط بالدعوة إلى حوار من أجل التوصل لحل وقرار مقبول لكل الأطراف وأكد روسيا تتفهم رؤية مصر بشأن ملف سد النهضة والتي تتعلق بعدم وجود ضمانات كافية لكمية المياه الواردة إلى مصر خلال موسم الجفاف أشار إلى أن حصة مصر من مياه النيل غير كافية لاحتياجات الشعب وأضاف خلال لقاء لبرنامج رأي عام الذي يقدمه الإعلام عمر عبد الحميد على فضيات تن أن روسيا تناقش الرؤية المصرية مع الجانب الإثيوبي وضح أنها حاولت إقناع المسؤولين الإثيوبيين لحل أزمة سد النهضة وشدد على أن كل الأطراف يجب أن تجد حلا سريعا وراضعا للمشكلة التي تعني للمصريين مسألة حياة أو موت فضلا عن أهمية الوصول للاتفاق ومقترحات فعلية تضمن حقوق كل الأطراف يعني تعليقا على تصريح السفير الروسي في مصر وبيقول أن حل هذه القضية هو الجلوس على الطاولة ولكن يعني إحنا بقلنا عشر سنين عادين على الطاولة وما استفدناش بأي حاجة من الجلوس على الطاولة نتلمع بعض الخبر آخر وهذا هو موعد بدء حجز أول وحدات سكنية بتنظيم التمويل العقاري على تلاتين سنة مكاتب البريد تقوم بطرح قراصات شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح سيسي سكن لكل المصريين اتنين لمنخفضي ومتوسطي الدخل والأحد 8.28.21 لـ 14.28.21 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 ستمبر 2021 لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة ومن المقرر أن يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بقراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لسندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال الفترة السابقة ذكرها أضف أنه يتم طرح هذه الوحدات في ضوء طرح البنك المركز المصري لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 سنة والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021 حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة لمنقف دي ومتوسطي الدخل بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات ثلاث غرف وصالة لمتوسطي الدخل أشارت مية عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة بمساحات تتراوح بين 75 و90 متر في مدن ومراكز المحافظات التالية الإسماعيلية المينيا الشرقية سهاج قنى الإسكندرية المنوفية كفر الشيخ أصوان الغربية البحيرة مطروح الفيوم بن سويف أسيوط الوادي الجديد الأقصر شمال سيناء وضمياط وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 ألف و310 ألف جنيه كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلام في مدينتي شطى والزرقى بمحافظة الضمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114 متر وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه موضحا أن شراء تلك الوحدات يتم وفقا للظام التمويل العقاري والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركز المصري بتاريخ 13 يوليو 2021 حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل و15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل لـ 30 سنة بسعر عائد 3% سنويا متناقصة ويتم شراء قراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والبصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية مصدر معانا كامل صحيفة الموجز بالتوفيق للناس إن شاء الله اللي هتقدم على الوحدات السكنية ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا وأخير وضربة كبرى مصرية ضد مستريح البيتكوين وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بقبول طلب النيابة العامة وتأييد التحفز على أموال مستريح البيتكوين والمتهم بالاستلاء على 22 مليون جنيه من حوالي 3000 مواطن بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات ومجال السوفتوير وتعديل عملة البيتكوين مقابل أرباح سنوية تفاوتا بين 56% لـ 80% 11 شريكا له من 3 زوجات وإخوته ووالدته واثنين من المساعدين له ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر وحضر المستشار زكريا الورداني والمحامي خالد سيد علي كدفاع عن المجن عليهم بالقضية وكانت قرارة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة إحالة جلسات محاكمة باستريح البيتكوين بتهمة الاستلاء على 2 مليون جنيه للمواطنين لدائرة أخرى لوجود سبب قانوني كانت قرارة النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية لمحاكمته بتهمة الاستلاء على 2 مليون جنيه مما يقارب لـ 3000 مواطن مصدر معانا كام من صحيفة الموجز أترك لحضركم التعليق على هذا القبر وجينا مع بعض لانهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضركم وتبتش عليكم إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته